السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة من العلوان لا شك أنكم عرفتوا اليوم سوف نهضروا على الأخطار المنزلية التي تعرضوا لها الأطفال وأول شيء أرتائس أنني نبدأ بها هي هذه الإبتسامة التي يتمنى أن يشاهدها على وجه الطفل أو الطفلة يتمنى أن هدوم داخل بيت هذه الفرحة اللي عنده الله يحفظهم ليه واللي ما عندهش كانت من الله أنه يرزقه الدرية والحمد لله على نعمة الأطفال داخل البيوت الصراحة يتعرضوا الأطفال من سن سنة إلى تقريبا عشر سنوات للأخطار المنزلية التي تؤدي الوفاة أو للعاهة مستديمة يعني الصراحة الآباء عندهم واحدة نسبة كبيرة فيها نتيجة الإهمال لهم سيختلقا نسطر على الأمهات يعني بحكم أنني أم يعني إحنا منك يكون عندنا واحد طفلة خاصة نرفعه يعني مستوى دي الحضر وليقى ظل أعلى مستوى حتى كتمر هذه المرحلة بسلام وكان بقاونا تمتع إحنا ويوم بهذه البحيكات وهذه البتسامات الرائعة وارتائت أنني في هذا الفيديو إن شاء الله سنتقاسم معكم بعض الأخطار التي تعرضو لها لوليدات داخل المنزل يعني الأطفال وبعض الاحتياطات التي مثلا في المتناول دينا ويدينا أننا نديروها تغنينا على حويجات صراحة صعيبة صعيبة بزاف كيتعرضو لها لوليدات حفظ الله وأبنائنا وأبنائكم بدأوا بأول خطر خطر هو دي النوافد ويسكنوا في طوابق العلوية ويكون عندهم أطفال يعني يرى الطفل يعني وخدر اللي درتهم الاحتياطات يرى ضروري كنغفله وهذه معروفة على الإنسان أنها يعني كيغفل وكينسة يعني مدة دقائق أو لتواني معدودة يعني كتوقع شي شي كوارث اللي لا قدر الله يعني كتديب هذه الحياة ديل هاد الأطفال وبحكم أن الأطفال تيحمقوا على الاكتشاف يعني كيبغيوا يكتشفوا سيخصولة كان مناطق يعني كتكون في طبق علوي كان بالمتناول دياله أنه يدير كورسي طل من النافضة يعني رف تانية ما يقدر يدير غيرها هكا حركة بسيطة يعني كي يجي هكا للطبق السفلي لهذا إلى أننا كان نمتلك واحد شقة في مكان علوي في طبق علوي يعني فلا بأس أننا مثلا نحاول ندير واحد الحاجز واقي ديال هاد النافضة ويستحسن هاد الحواجز إلا كانت فولادية أو لكانت خشبية يستحسن أنها ما تغطيش النافضة كاملة لأن بعض المرات كتشوفوا بأنك تقدر توقع حرائق لا قدرة أو لشي حاجة في الغرفة وكي يسعب على رجال الوقاية المدني أنه يقتحموا هاد الغرفة لإنقاد مثلا ذاك الطفل وركشفتوا حالة يعني دازت في المغرب كثيرة وفي العالم بأسره لهذا يستحسن أنا نديرو هي مثلا 75% من نافذة من يغطيها فكا بش لا قدرة لا وقعت شي حاجة يعني سهل أنه ومن بعد من يكبروا ذاك الوليدات ممكن أن ننزولوها وكتبقى تطريقة يعني إستيكمون كتبقى يعني النافذة كتبان في منظر مزيان أولا مثلا تقدرون للا نافذة مغطيش تديرو ذاك الحاجز كين هادولي تلسقوا في الساعة كف هاد نوافي ديال الأليمنيوم يعني راهم بخاتي يعني عمليين بزاف كتقدرون يعني تبقى للا نافذة مفتوحة شيئا ما كتتهو ذاك الغرفة مزيان كتدخل لنا الإضاءة للغرفة والطفل كي صعاب عليه تماما أنه يفتح هذه النافذة باش مثلا لا يستر لقدر الله يقدر يسقطلين على برة ويعني فيهم أشكال وأنواع مختلفة يكفيكم أنكم تفسروا عند الناس اللي كيصنعوا هاد الأليمنيوم أو هاد النوافذ الخشبية أو لأي نوع كتوفر عليه من النوافذ بالنسبة لأدراج سيغتول لك إننا كنسكنوا في واحد الشقة مثلا أدراج بعض المرات تغفل لأم أو للأب أو للإخو يطلعوا للطابق العلوي ذكي الطفل مثلا لك ناعز في طابق صفلي يلحقهم للطابق العلوي يعني بعض المرات توقع الكارثة يطح من ذكي الضرج يقدر مسكنية يعني توقع له كسور أو العاهات اللي نفغينا عنها يعني وخل بعض المرات يعني كما كن قول لكم في دقائق أو ثواني كيقع ما لا يحمد عقبه لهذا ارتائت أنني اقترح عليكم واحد الحواجز كتباع مثلا في كيطيا في إيكيا واللي ما نفغينا إيكيا يقدر مثلا ياخذ غير الموضيل ويعطيه للنجار يصاب له ناقص وكيف يكسي في الحد هكي كان عنده الأدرج مني كيبغي مثلا الناس الكبار يطلع ورق يحلو بحش كل باب مني يكونوا هما الفوق ذك الطفل تحت أو مثلا ناعس وخاف عليه يعني يهبط أو لا يطلع يعني ليكفي أنهم يغلقوه وهكا كان نحاول نقص من هذه الحوادث المنزلية وكنظن أنها طريقة سهلة ما كتتخذ منها لما مجهود لا مادي ولا بداني يعني بسيطة سهلة وكتغنين على بزاف الحوايج الخيبة بالنسبة المآخذ التيارات الكهربائية لديها لبخيز يعني الصراحة يبقوا عريانين الوليات مني يقفوا يشوفوا التوقوب التي تكون فيهم يبقوا يكتشفوا في التوقوب يبقى يتوشي فيهم أو يدير مسمار وما نقول لكم ما شنو الله يستر كيوقع من هاد السعقات الكهربائية دائما الوافت أو لشعاهات اللي مستديمة ولي كنت نشوفوا ذوك الوليدات قدامنا وكانت تأسفو لأن هذا يكون نتيجة ديال الإهمال ديال الأسرة يعني مادم استقبلت واحد ضيف جديد واحد الطفل إلا ودير ما فوسعك وما في المجهود ديالك باش أنك تحفظ عليه وباش تحيد من الخطر لأنه ما تعرف هو يعني لما كلها تترجع للآباء لهذا يعني يستحسن كين واحد كيتباعو هكا كيقدروا مثلا تصدهم يعني كيجيوا يعني كتكمل منهم وكتقدر تصدهم عندهم غيطة يعني كتتركبوا من الأول بالأغطية يعني وتهي كتغنين على هاد المشاكل وتقدروا مثلا تشريوا واحد أغطية أخرى اللي كتكون مثلا على هاد الشكل اللي غدي تشوفو في الصورة اللي مثلا فاش كان بغيون ندير ومثلا نشارجي وشي حاجة أو لنشعل وشي حاجة نخدموها رحنا كنحيدو مني كان بغيون نكملو كنغطيوه وصراح الأطفال كيسعاب عليهم أنهم يحيدوا وهكا كيكونوا رب سلام وكساعة يعني كان حيدو وكان قدو الدكورات ديال منزل ديالنا والأساس هو مسلانة الأطفال ديالنا بالنسبة لتسمم وحد الخطر منزلي هو التسمم ببعد النباتات اللي كانت يديروا لبلونت وكان عارفهم بأنهم رهم طوكسيك ركين شي نباتات منزلية سامة خطيرة ربعد ما لكي تسبب في وفاة تلقيطة التي يكونوا في المنازل لهذا قبل ما نقتاني شي نباتات منزلية لبأس أننا مثلا نستشر مع ذلك البيبينياغ أو ذلك اللي سناخد عند ذلك النباتات المنزلية ونسأل لكي نباتات سامة أو لا وكي نزيد ونتأكد نعرف اسمية النبات التي شرينا وندخل الانترنت ونقرأ ونشوف هي من ضمن نبات السامة أو لا كذلك إذا خرجنا النزهة أو شي حاجة يعني ما نخليوش اللي أريد تسايهين على عينينا رأينا بعض المرات كيبقوا مثلا يتوش يوفدوك لبلونت وكتقدر تكون هذي البلونت سامة يعني وكتقدر تأدي حتى هي الوافاة وهناك إحصائيات كثيرة بأطفال حول العالم اللي توفاو نتيجة تسمم بهكا بنباتات بالنسبة الخطر الآخر اللي هو غن درجو معكم هي أنا مغيش نعرف علاش لأغلبية للمامو كتختار أنها تحط مواد التنظيف دائما تحت الحوض معرفتش يعني سيخشوف كيكون عندها أطفال وهذا الحوض تكرر وكتكرر الأمهات يعني إذا الطفرق كيعرف مامو من كتاخد كلاس وكيبغي يكتشف يكون مثلا بعيد عليها أي قنينة أو لقارورة كيلتاج أنك يظن أنه رافيها ماء كيقدر يشرب كيتوفى ولا تلوصل الله مثلا ودرنا الإسعافات الأولية يعني كيكون كتخللنا واحد العاهل لمستديما يعني يستحزن الندم كين أطفال في الدار كما قلت لكم يعني كرفع مستوى الحضر يعني كنختار مكان لما يوصل لهباتات نهائيا ونحكم الإغلاق ومواد التنظيف والمواد السامة التي تكون لدينا في المنزل أو مثلا ندير الجافل في قرعد يلمى صراحة أخطأ فادي حتى ترتكب الأمهات صراحة بالنسبة للخطر الآخر هو مثلا لدينا طفل راضيع أو مثلا تلحد 3-4 سنوات يستحسن أن الأجزاء الأجزام تكون بحجم كبير جدا وتكون مكتفكك ولكن تكون بأحجام كبيرة لأن الأحجام الصغيرة دائما يدخل في أمه يقدر يبتلاع ثم اختناق ثم وفاة يعني وسيغلت أن أغلبة لمامو كانت تعديكم أن لم تتعرف الإسعافة الأولية مثلا اختناق وهذا وما كان بحثوش ويعني من الأحسن ندير يعني مني تكون طفل كي مثلا نقول لكم رأي يعني إنسان كي ياخد أقصى احتياطات دياله مثلا سيختد في الأعياد حاولوا في عيد الأضحى المبارك يعني ما نحطوش مقوصة ما نحطوش سكاكين يعني القضبان باش مثلا ما يمشيوش في الأسطح المنحذرة ويهزهم وتوقع شي شي جروح أو شي حاجة اللي نديروها بعيدة عن مرأة عيون ديال الأطفال ديالنا ونخدموه يعني دائما دائما نديرو فبالنا رعدنا وحد طفل في المنزل دائما هذا هو الأسس كذلك مثلا كنكونوا كنطيبوا شي حاجة في المطبخ يعني مثلا ذوك لأيدي ليد ديال كاسخول أو لمقلات أو لأي إحنا إحنا كنحط فوق الفرن الغازي يعني كنحاولون فوق البوطة كنحاولون نردو من الجهة الداخلية لأنهم كيبغي يكتشفو كيبغي يتعلق في ديال الحاجة كيصدق يعني أخوها عليه كيوقع حروق كيوقع وفايات إذا كان مازال الطفل صغير ديال عامين يعني الأمهات يحاولوا يعني يتخذوا قدر المستطاع الإحتياط ديالهم كنقلكم مستوى الحضر يعني يكون كبير يعني يكون عندنا الطفل داخل المنزل وآخر إحتياط هو مثلا فاش كنكون يعني كيكون ساري للرور إختيار ساري لأن فاش كيكون طفل رائع من ينضمن الفرش ديال يقدر يتعرض لها الأخطار كامل يقدر يمشي المنافيدة للدرج يدخل للمطبخ يشرب مثلا من تحت دوك المواد التنظيف يعني من هاد المرحلة يبدو أقع الأخطار وهي من يفق من النوم كتك كل أم كتقدر شي حاجة أو لا غافلة أو لمازال ناعصة يعني يستحسن أن مثلا فاش يتزاد عندنا واحد طفل أو قبل ما يتزاد الطفل مريض ونستقبل واحد طيف اللي عزيز وكانت سنوه واحد لمدة يعني لا بأس أن أنا مثلا نفكره في واحد السرير اللي يكون فيه قاع الحويجة اللي مريحة ويكون واحد السرير اللي غيدوز فيه مثلا واحد لمرحلة ديال الرضاعة بأمان يعني كي يكون راضيع ركي بدأ يتقلب يعني كي بدأ يتحرك ذيك الحركة يقدر يسقط سرير مرتفع كي بدأ عامين ثلاث اثنين كي بدأ يخرج ويمشي الأخطار اللي في المنزل كامل اللي محيط به لهذا ينسان يفكر في واحد السرير هكا عنده واحد الحواجز صغيرة به كي يدوز فيه ذاك الرضيع ديك عام دياله من بعد فاش كي بدأ يتحرك يعني حواجز لمثلا فاش فاق يبقى مبلوكي في الفراش دياله حتى تجي الأم دياله ويعني هناك يتفاد ذلك الأخطار اللي كتكون محيطة به داخل المنزل اللي كيعي عيش فيه لأن منزل بالنسبة الأطفال رأى واحد المكان اللي عامر بالأخطار دائرين بي في المتوش شي حاجة غادي يتأثر عليه كين مثلا هادو يتبعوا في الثياف يعني هادو كتقدروا حواجز يعني مؤقتة كتقدروا مثلا فاش غاوصل واحد لاجراء غادي تحيدوها مثلا وكي بقى ذاك الفراش يعني هو هذا يعني أثناء النوم في الصباح مثلا كتوب يتفق بكر أو ما زال ناسين يعني تخلي وكي يحبسوا يعني بحل واحد الحاجز كي يبقى ذاك الوليد داخل ذاك الفراش يعني راه بأفكار بسيطة وحلول بسيطة نقدرون تنتفادوا شي كوارث كبيرة وش مآسي اللي كتضرنا وكتضر أوليداتنا وكتسبب لهم شعاهات مستديمة ماذا الحياة كنت مننا أنا نكون مكترش عليكم في هاد الفيديو بهاد النصائح اللي كنظن أن بزاف تعليم موسي اخطوا الجدد أنهم محتاجينها باش نبقى محافظين دائما عن هذه الابتسامة الرائعة الغزالة وسط ديورنا ديال وليداتنا وبنياتنا يعني لا بأس بها أننا نطبقه ولو البعض من هاد ولو جوز أبسات من هاد النصائح وهاد الاقتراحات وهاد الإزاستيوس وهد الحية اللي عطيتكم وحافظ الله وأبناء أنا وأبنائكم وأبناء أمة محمد جمعاء يا أرحم الرحيمين كنتمنى أن هاد الفيديو يكون أعجبكم واستفت منه ولو القليل كنتمنى أن اللي ما زال من خارط في القناة تنخارط يفعل الجرس باش يوصل الجديد إن شاء الله هذه الفيديوهات أستودعكم والله الذي لا تضيع ودائعه إلى فيديو قادم بحول الله تعالى وقوته ترجمة نانسي قنقر